الحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله صلى الله عليه وسلم هنتكلم عن السيرة ونحاول نحن نمشي في رحلة لمدرسة السيرة النبوية وأول حاجة عايزين ان احنا نقف معاه هو ليه عشان بس نبقى يعني مشين صح لان في ناس ممكن تبقى سمعت السيرة قبل كده سمعت كلام عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو حتى قريطها كمان كلها من أول لأخيرة وسمعت قصة الإسلام ازاي بدأ والصحابة ازاي شلوا الدين ده واللي حصل لهم والهجرة وما إلى ذلك فيقول لك أنا مش يعني أنا عارف الكلام ده وكده فهنا نقطة مهم قبل ليه بندرس السيرة هل الهدف ان هي معلومات عرفها وبس نفس الغلطة اللي عند يعني اللي قرأ قرأ قرآن مرة يعرف فكرة ان قرأت القرآن اقرأ تاني ليه هو يا جماعة الكلام ده مش عشان تعرفوه كمعلومات أولية وإن كان ده هدف أساسي ده هو لأدل انت مشكلة كبيرة جدا لما أنا جاي أقول له واحد النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده كان بنت مش عارف الصحابي الفلاني اللي هو من العشرة بشرين بالجنة مش عارف لأ انت كده عندك مشكلة في إسلام وان وان انت عندك مشكلة في أساسيات دينك انت في معلومات سطحية يعني سطحية يعني قصد مش أزناء بسيط أزناء من على الوش مش عندك دي مشكلة دي مشكلة فبالتالي ده هدف طبعا طبعا انك تعرف بس ده مش الهدف الوحيد الهدف الأساسي الهدف الأساسي أو خلينا نقول فيه هدفين كبار هو من اللي احنا عايزين نعيش معه الهدف الأولاني هو ان انت انا عايز اعرف انا يا رب انت عايز نبقى مسلم يعني ايه مسلم هو الرهالي يعني هي موجودة في الوحي بس انا عايز اشوفها هو هي دي السيرة عارف لما اقولك ربنا يريد منان الاستسلام ربنا يريد منان العبودية ازاي احنا نقول نسل عندنا تصورات كده طب انا المفروض تبع علاقة ايه بالدنيا علاقة ايه بالفلوس طب اتجوز يا رب العبادة عندي تبقى عاملة ازاي كل ده اللي ربنا يريده منك يا مسلم كل ده موجود في السيرة بقى السيرة بتوريك مش بس النبش اسلم ناس الصحابة كمان ناس طبقوا الاسلام ده هتعرف منهم يعني الاسلام الاسلام يقولك يجب عندك اخلاق ايه هي وتبقى عاملة ازايك عبادتك لازم بحجمها ايه يعني المفروض اضحي ولا مفروض اشتغل ولا مفروض اسافر السيرة بتجاوب على كل حاجة ليه علاقة بازاي تبقى مسلم وبالتالي السيرة جاية تقولك فضي بقى اللي في دماغك ده ويعرف يعني ايه اسلام يعني ايه مسلم فانت الهدف من السيرة مش ان انت تعرفها الهدف انت تفضل تعيش معاها زي القرآن كده تفضل تلف وتدور معاها تفضل تلف وتدور مع القرآن عشان حاجة واحدة بس ايه هي عشان توصل لمرحلة ان انت اه 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 ده النهار ده ربنا بيقولي كذا اه ده الحتة الفولنية دي مواجهاني في حياتي ده السيرة بتقولي ده مفول كنت اعمل فيها كذا اه ده النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمل كده مش كده يبقى انا كمفول اعمل كذا مع الفولن ده في المشكلة اللي يابيني وابينه في الموضوع ده السيرة بتعلمك ازاي تعيش مسلم وبتوريك وبتفهمك احداثك اليومية زي القرآن بالضبط فسازج اللي فكر ان انا عايز بس من السيرة ان انا اه اعرفها اعرف اسم الصحابة لأ انا عايز افكر كده وانا بدرس السيرة زي ما انا بقرأ صورة في القرآن الموقف ده مفوض اعمل في الابتلاق بتاعي ده مفوض اصبر عليه ازاي الحتة دي اقيمها ازاي اخد الخرار ده بنان عليه بنان على السيرة الوحي بيقولك ايه هو الاسلام والسيرة بتوريه لك فده هدف اساسي الهدف التاني ما قلتلكم فيه هدفين اساسيين عندي يعني هو انا انا عايز اتغير انا عايز اخش الجنة نازم عندي يدافع نازم عندي ايمان انا عايز اولد الايمان الكلام عن الله وسلم وعن الصحابة وعن حقيقة ده دا وعن حقيقة الرجال اللي شاهدوا الدين ده وعن حقيقة اللي حصل في الدين ده وعن مين هم اجدادي الاساسيين الحقيقيين مش ايرون منه وكابتن امريكا وسوبرمان وباتمن الحقيقيين لما انا neighbours بم انistles عليهم بشوف نفسي ويبع عندي هوية ويبع عندي ايمان ويبع عندي دافع معرفت ان الله وسلم يختش حاجة وحبه حاجةهم تانية أخرى حبه بيجي بالكلام عنه بتلاقي الواحد مثلا أنا نفسي أخد خطف الحجاب أنا نفسي أصلي أنا نفسي أبطل زنب معان ده كله محتاج دفعة إيمان ساعات كلام عن ربنا بيعمل فينا كده ساعات كلام عن الأخرة بيعمل فينا كده والكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل فينا كده برضه فمن أساسيات أهداف أن أنا أفضل عايش مع السيرة أن أنا أفضل عندي إيمان يساعدني يتغير عشان كده هي مش حاجة تتعمل مرة واحدة وخلاص زي القرآن برضا أفضل يروح واجم أراه عشان يفضل يحمسني ويخوفني ويشجعني ويطمنني السيرة بتعمل كده كلام عن أعظم الخلق النبي صلى الله عليه وسلم بيخالي الواحد يبقى عايز ياخد خطوة يتحمس يبتشحن عشانه فصدقوني وإحنا بندرس السيرة وبنتكلم في أحداث وإيه اللي حصل وإيه اللي راح وإيه اللي جي تلاقي نفسك خرجت أنا عايز أبقى أحسن هو الإيمان المسلم يتحرك كده الإيمان بيتولد كده بالكلام عن حاجات غيبية أو حاجات زي النبي صلى الله عليه وسلم أو معرفة ربنا صلى الله عليه وسلم فمحتاج تفهم إيه إحنا ليه بندرس السيرة مش تبقى قاعد تسمع درداشة أو حكاوي وتسالي إحذر من ده وكان لازم نبدأ به يعني طيب قبل ما نتكلم عن السيرة قبل ما نتكلم عن تفاصيل نبي صلى الله عليه وسلم ونشأته وإيه اللي حصل ودي دايما حاجة بيبدأوا بيها وده صح عشان إذا ما يجي يقول لك الروم والفرس والحرب دي ساعات كده يعني إيه إنت ما معندكش الخلفية دي يقول لك هنحارب الروم إنت نسبالك ماشي الدولة هتحارب دولة لأ إنت شفهم يعني إيه الروم لازم يوصل لك لما نيجي يقول لك الكفار والأصنام إنت مش قادر تستوعب يعني إيه الكفار والأصنام إزاي كانوا يعني أصنام نسبالهم إيه طب العالم كان عامل إزاي عشان نفهم لما نيجي نقول الساعات كتيرة نقعد نتكلم عن شخصية الرجل العربي اللي هو نزل عليه الوحي اللي هو ربنا اختاره إيش معنا دول طب هم كانوا عاملين إزاي ده كلام نقصنا فبنسمعوا كده ونعديهم ما نفهموش يعني ساعات يحصل مواقف كده في السيرة نفسها بعد ما نتفرج عليها تقول هم إزاي عملوا كده ده عشان هم أصلا كناس كانوا عاملين كده لو فهمت دي تفهم دي فمهمة او نحن ناخد خطوة كده النهاردة درس خفيف سريع عشان بس نقطة هو العالم كان عامل إزاي قبل إسلام فتعالوا نمسك حتة حتة جده الحاجة العالم كان متقسم كخريطة يعني خلاص فكان فيه الروم امبراطورية الروم دي اللي هما بيسموها بيزنطية عشان إيه الألفاظ دي لو سمعتها خلاص طيب الروم دي اللي هيا فيه نجمع اللي هيا حتة أوروبا دي ما شب اللي فهم بقى اللي شايف معاه خريطة العالم خريطة أ離 gardين احنا عندنا إسيا وأفريقيا وأوروبا والأمريكاتين وأستراليا أستراليا والأمريكاتين دول ما كنوش أصلا مكتشفين فنحنا معندناش نحنا عندنا إسيا وأفريقيا وأوروبا طيب الروم دي فين الروم دي يجمعوا كل الحتة دي أوروبا بس لأ أوروبا وجزء كبير جدا من أفريقيا يعني اللي بيحكم مصر كانوا وتونس وليبيا وكل دول أفريقيا دي كلها مع دول أوروبا دي كلها اللي يبقى فرنسا والسويسرا كل ده الروم وعاصمة الروم كانت تركيا اللي هي إسطنبول اللي هي القسطنطينية ودي كانت العاصمة فالروم دي دولة ضخمة جدا 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 وكان عارفين زي ما نشوف في الأفلام كده كان بتاعتهم نفس القصة اللي هو فيه إمبراطور وهو اللي بيحكم وطبعا احنا بنتكلم دلوقتي قبل النبي صلى الله عليه وسلم لما بوعث ده كان في القرن السادس يعني 600 وحاجة فالروم دي كلها دولة مسيحية دلوقتي المسيحية على التحريف اللي هو بتاع يا إما عيسى ابن الإله يا إما لأ العيسى هو الإله في سورة بشر دي النقطة بتاعت دولة الروم كان حجمها دي إيه وعاصمتها إيه وديانتها إيه وطبعا المسيحية المحرفة اللي هي إيه حقيقة عيسى والثالوس وابن الإله والإله والأرثدوكس والكاسوليك والكينستين والكلام ده كله وزي ما بنشوف برضو في التصورات عنهم في الأفلام والمسلسلات والدوكومنترس وكده ظلم وقهر وضرائب والكريسة متحكمة في الناس والملوك وطبقة الجنود والرجال الدين هم الواكلين كل حاجة والشعب مفحوط ويجروا ويأخذوا بينهم المحاصيل ويحرقوا أرضهم ففيه كمية ظلم رهيب وفيه كمية فجوة بين الطبقات رهيب وفيه لهوا بقى وطرف والصهر والرأس والشرب وإزاي بزرط جدا بيصورهم هم فعلا كم عاملين كده هم كانوا في قمة الغفلة دي إمبراطورية الروم وفيه بقى على يمينها بقى إمبراطورية الفرس على فكرة الروم دي جاية لحد حتى الشام يعني حتى في الدول العربية بتاعت ناردة كانت الروم واخد الشام كلها الشام يعني فلسطين والأردن وسوريا يعني انتوا فهمين كل ده الروم انها حيتاني بقى كل ده الفرس كل ده الفرس نقول العراق بقى وانت طالع فوقه كل الدول الأسيوية اللي هي بقى أي بقى أستان بقى أفغانستان كذا الدول دي كل ده الفرس وعلى فكرة انت لو تبص في الخريطة ده أكبر من ده كمان الفرس كانت مختلفة عن الروم في الديانة لان زي ما دي كانت فيها المسيحية هناك كان بيقولك المجوس يعني المجوس يا جماعة يعني لنقول بيعبدوا النار بس هي مش النار بس يعني هم عقيدتهم انهم بيعبدوا الطبيعة أو القوة الطبيعية دي الهوى بقى والمية والنار والقصص دي بس النار كان عندهم هي أعظم حاجة النار كان عندهم هي أهم حاجة ولازم بقى كل يوم يولعوا للنار ويسجدوا للنار بس كان عندهم الفلسفة دي انه ده إله الشر وده إله الخير وديه النر وديه المية وده مش عارف ايه وده كزا فده إمبراطورية الفورس اللي هي كانت مختلفة شوية عن الروم لانها كانت اوحش كانت ظلمة اكتر كانت قهرة اكتر لانهما بقى بالنسبة لهم الملوك دول جايين من الاليها بقى على طول فكان الموضوع ماشي في حتة انه إيه ده إحنا نمالنا إحنا إليها أصلا ففي بقى كمية استعباد وتحكم في الشعوب بشكل فضيع فكانوا أصعب كمان من الروم وبعد كده عندك ايه تاني فاضل ايه تاني في العالم فاضل بقى على يمين الروم كده على يمين الفورس كده الهند، أتبا ن staying peak ّ الهند، دولة هندية، والصين بقى، فده اللي فاضل كان في العالم يقول لكم الدولة جهاز الدولة الهندية دي كانتا في انقطاع هعرف قفلة عن نفسها كده بس كانت دولة غريبة جدا كله مقرف في الدولة دي كتت عاملة زي دولة غريبة جدا أولا طبعا زيهم زي دلوقتي ديانات وثنية أصنام وآلهة وكده وأي حد رح شارع أسيا أي حاجة في أسيا سواء كانت تايلند ولا إندونيسيا حتى اللي هي دول المفروض نهاية دول مسلمة حتى لو ماليزيا حتى لو فيتنام حتى لو دايما فيه كونسبت الآلهة والمعابد والتمثال الفيل اللي طالع منه رجل والمش عارف ايه هم عندهم فكرة الأصنام والألهة دي كتير جدا 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 وإنه لما أنت بتموت بترجع تاني في صورة حاجة تانية وديانات وثنية رهيبة بس العجيب كان تأسيمة الحياة الاجتماعية بتاعته يعني احنا قلنا الحياة الاجتماعية في الفورس والروم كان فيها بزخ وكان فيها طرف وكان فيها لهو وكان فيه فكرة الاستعباد والظلم والضرائب والقهر هذا احنا عارفين انه كان موجود انما الدولة في هندية كان فيها حاجات غريبة قوي مبنية على اساس الدين يعني هي مبنية على اساس الدين يعني طب الشعب متقسم اربع طبقات الشعب متقسم انت واحد من اربع يا دا يا دا يا دا بنان عليه بنان على ان ربنا بقى خلقنا كده يعني بالنسبة لهم فيه بقى اول طبقة اسمها البرهمة دي بقى الكهنة هم دول رجال دا هم دول دول اعلى ناس في الشعب وبعد كده فيه طبقة الجنود وطبقة التجار والفلاحين واصحاب يعني الصناعات والاعمال والبيزنسمان وبعد كده بسمهم الخدم اللي هم كان بسموه الشدر اللي هم طبقة ايه الشعب بقية الشعب طب ايه المشكلة المشكلة انه بناء على تقسمة بالنسبة لهم هو مدينية يعني هو بيتولد يتقال له احنا والله احنا احنا لدينا في السنة خدم احنا كده احنا في الخدم احنا في البرهمة في الكهنة ايه بقى المشكلة يقول لك اول طبقة دي هي اللي بتملك وما حدش بيقدر يتكلم معاها وهي صاحبة كل حاجة لا دا هو مثلا لو قتل واحد ما بيتحكمش ما فيش حاجة اسمها انه بيغلط دول اصلا قليها على الارض طب كارثة مين اللي خلك كده فين دليلك مين اللي عمل له اصلا تخالب اي واحد معايا تولد وفي طبقة الخدم مين انت انا واحد من الخدم يعني ايه ما لكش انك تحكم ما لكش انك تملك ما لكش انك انت زليل وانت تكتب عليك كده سلام عليكم حاجة حجيبة فعلا ان واحد يصحى يلاقي نفسه كده ويرضب كده مشكلة الهند كمان كانت في الانحطاط الديني يعني يعني هو مش المشكلة في العقيدة بس الوسانية لأ يعني تلاقيهم بقى يعني زي ما احنا دلوقتي ديانة طبعا البوزية منتشرة وعبادة البقر وعبادة الحيوانات حاجات كده غريبة حاجات كده صعبة جدا انه الانسان يقبلها بس وعلى فكرة البواي ده موجود طبعا للأسف يعني فإحنا هنا بنتكلم سريعا في العالم كان عامل ازاي لازم تبقى فاهم من كلامنا ده نبدأ اي انه الفرس كان حاجة كبيرة اوي ضخمة اوي والروم حاجة كبيرة اوي ضخمة اوي ودول اللي بيحكموا العالم هم دولتين مسكين العالم كلهم اولو اخر اما الهند في حاجة مقفولة عليها الصين حاجة برضو بعيدة اوي احتكاكنا بها حتى في السيرة قليل جدا انه احنا ملحقناش نطلع لهناك في السيرة طب فين احنا نتكلم على العرب والسيرة وقريش دي حتة صغيرة اوي لسه جائن لها دلوقتي بس مهم انك تشوف العالم وهو بعيد وهو مضلم اصل سيدنا عيسى ربنا رفعه الكلام ده بقاله وديه بقاله 650 سنة بقاله كتير قوي العالم من غير وحي من غير رسل فقلب بضلمة على طول ودي نقطة اولانية لازم نقف معها ان انت الانسان من غير ما ربنا ينور له ويقول له تعيش ازاي بعيش في طينا بعيش في وحل بعيش في ضياع لازم تبقى عارف انه الشرع ده نور انه الشرع ده رحمة انحنا نغيره هنختار غلط هنقيم غلط هنعك وده اللي حاصل دلوقتي مش باتكلم بس زبل كده لما تيجي تبص المجتمع الفرس والروم ده اللي حاصل ملك الفرس اللي هو اسمه ايه كسرة كسرة ده مش اسمه كسرة ده التايتل بتاعه زي ما نقول الملك ورئيس بنقول كسرة وهناك بيقوله ايه في الروم هيراقل هيراقل ده مش اسمه هو مسلا اسمه مسلا حسينة بس هو هيراقل ده التايتل بتاعه فلستي فهم ده المهم انه اللي حاصل عند الناس دي تشوه في الفطرة لدرجة فضيعة لدرجة انحطاط اخلاقي وانحطاط ديني وانحطاط فكري والقو بيأكل الضعيف ونظلم وندوس ونقتل ونهبش المهم انحنا نرضي شهواتنا وغرائزنا الانسان بيتحول لكده من غير الشرع ولو انت فاكر انه زمان قصيدول الناس من العالم الظلام ومن عصور الوسطى والعصور المش عارف ايه انما دلوقتي لا هو دلوقتي هي ماشية كده برضه وانت اللي اتضحك علينا لما الشيطان حط شوية ميك اوب وزين الباطل وقال لك بص الحضارة وبص التمديون الواحد لما بيروح للغرب دلوقتي وانا الحمد لله سافرت كذا مرة فانت اللي سافر فاهم ده فيه كده زينة كده الشوارع نضيفة ولما مرض شكلها حلو والخدمات سريعة والمطار بنمشي فيه بسرعة والناس متساستمة والناس شكلها نضيف ايه انا ما عنديش مشكلة في ده ما عنديش مشكلة في ده بس انت ليه شلت الجانب المظلم اللي وصلت له الانسانية لان هي ما عندهش نور وانت بتشوف الناس بعد ما تخش بقى في تفاصيل حياتهم لازم يقامد من لازم يعيشها بخمرة يا مخدرات يا بيتعطى حتى مش لازم مخدرات ادوية ويقعد ياخد رشدات وإكتئابات وانتحارات وفيه تحرش فظيع يعني من العجيب انك كل شوية تلاقي ممثل او العيب كورة او مش عارف ايه او حد ملك صاحب شركة ايه وتحرش تحرش تحرش وشزوز وعلاقات اسرية مش موجودة يعني مش موجودة الاب يستنى ابنه يبقى عنده 18 سنة كم ده بتشوف في الافلان ويقول له انت هتفضل قعد في بيتي لحد امتى والابن يبقى عنده 18 سنة ويروح يزني ويروح وفي الاخر مفيش جواز مفيش اصلا علاقات اسرية واول ما ابو يبقى عنده 50 سنة يبقى عنده درمو سنين واللي هي البيوت للناس الكبار عشان او مش قادر مش طيق ومش ناوي اصلا يفكر فيه في حاجات عجيبة عندهم في حاجات عجيبة وكل شوية ابو واحد يطلع يبقى رابر رابر ليه عشان ابويا رمانة وامي مش عارف في السجن انت ليه بتنسى الجانب ده انت ليه بس شايف المستشفى النظيفة عشان بس لازم نحكم على الصورة كلها عشان تاخد ده هتاخده كله هتاخده كله وبقى خلاص العالم بها ملحد ورفض الدين وبقى عشان عنده هوية اصلا دينية وبقى عشان شهواته وبقى عشان يأكل ويشرب وينام ويتجوز يعني زي زي الحيوانات بالزبط اللي انا قلت ده هو ده شغل حيوانات في الدنيا دي انت ليه انت لين سيت والدحك عليك بشوية زينة الشيطان عملها والبهرجة دي انا بقولش انه الزينة دي وحشة بس انت ميفعش تحكم على الصورة كلها بربع الصورة بتلت الصورة يعني سبحان الله احنا اللي عندنا من وانا مش عايز اتكلم في دي لان انا مش بقارن لان احنا كمان مش مطبقين اسلام احنا كمان عايشين في ضلمة مش هيتحك على بعض مش هان اسمي دولة بتنتمي لدين الاسلام ان انا بقى بطبقه وبالتالي احنا عندنا مشاكل طبعة فانا مش بقارن لان لو قارنت انا اخسر انا بقولك ان احنا كلنا حاليا برضو في ظلام وانه الحال الاساسي هو الوحي عالمستوى الجماعي وعالمستوى الفردي الانسان اللي ما بيطبق الوحي والله ليه هو علاقته باهله بتتضبط وعلاقته بزوجته بتتضبط وعلاقته بولاده بتتضبط وهي مرتاح وبيبقى شايف شغله ومبسوط به وبيبقى عايش حياة سوية وسطية مستقيمة هو اصلا احنا في نشاز بعيدا عن الوحي لان فطرتنا كده يا جماع بتشز بتبدأ ان هي تشطح بتبدأ ان هي بتتغاشم لحد ما يجي وحي يقولك لا اعملها كده بلاش دي دي الاخلاق دي المعاملات دي الحياة السوية الحياة الكريمة الحياة طيبة مهم اقول انك تبقى شايف قيمة الوحي واثره لما يتشال عليك على العالم دلوقتي على العالم قبل كده دي نقطة اساسية كنا حابين نتكلم فيها تعالوا بقى نرجع نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم عربهم وعجبهم الا بقايا من اهل الكتاب يعني ايه جي وقت على الارض والله بينظر ليها نبي صلى الله عليه وسلم قال كده وفيش حد بيعبده كله بيعصي كله بيفكر شوف حلم ربنا يعني كون فيكون الارض دي تتخصف وخلاص بقى يغوروا كل دول ومقى انكم لان تبلغوا نفعي فتنفعوني ولان تبلغوا ضري فتضروني بس الله يعمل ايه بقى يقدر ان هو يبعط لهم حد يساعدهم وينقذهم رسول عجيبة فعلا انه طيب انت يا رب مش محتاجني وانا عمال عصي وبرضو يسيبك ان الله نظر الى اهل الارض فمقتهم والمقت ده شدة الكره الكره فضيع عربهم وعجمهم كله كان في ضلال الا بقايا من اهل الكتاب الا نسؤل ايه لك ده كده كده كانت لسه على الحق يعني فتعالوا بقى ننزل بقى لحتة الصغيرة قوي بتاعت ايه شبه الجزيرة العربية اللي الحنا نسميه الوقت ايه الخليج عايز تكتفى من دي نقطة في العالم لما انت بص الخريطة اللي احنا كانوا عليها في المقابل دي كان حاجة صغيرة العرب ما كانوش حاجة كبيرة في الوقت ده فخلينا اول نشوفهم والعرب دول بدأوا ازاي ايه اللي حصل فعارفين طبعا سيدنا ابراهيم لما هاجر بسيدنا اسماعيل وسابه وهو وزوجته وما كانش فيه زرع وما كانش فيه ارض وقالت اه الله امرك فقال لها اه قالت اذا لن يضيعنا هنا بدأوا العرب من اول هنا وسيدنا اسماعيل لما خبط برجله وسيدنا جبريل فجر زمزم والسعي وقصة اللي احنا ما عارفينها دي من هنا بدأت انه بقى فيه مكان بقى فيه ميا وزرع وفيه ناس هاجرت ليه من هنا بدأوا العرب وعشان كده بيسموا العرب بيقسموهم يعني بيقسموهم فيه جزء من العرب دول انتهوا يعني ما جاش من خلالهم السلالة اسمهم العرب البائدة زي مثلا عاد وثمود وكده العرب بعد كده القبيلة دي لما جات فيه منهم عشان يبقى بردو المعلومات دي لزيزة يعني عرفوا لما سيدنا اسماعيل سيدنا اسماعيل اصله مش عربي صح كده فاللي جوم بقى من ناس لسيدنا اسماعيل بنسموهم بني عدنان او العدنانية العرب اللي هم ولد اسماعيل وفيه العرب اللي هم العرب اللي هم القبائل دي اللي اتجمعت هنا والعرب اللي هم 100% عرب بيسموهم القحتانية خلاص فعشان بردو دي حاجات تبقى عارفها وساعات تبرياتي تسمع لناس يقول لك قحطان وعدنان تبقى فاهم فكده احنا عرفو نبيشاه sallam جاي من ناس لمن العدنانية دول اللي هم ولد سيدنا اسماعيل ولد سيدنا اسماعيل بيقولون ايه ان الله اصطفى askhananah من ولد اسماعيل واصطفى قراش منكنانا واصطفى هاشم من قراش واصطفانا من بني هاشم واميرا يعني هي سلالة كده سيدنا اسماعيل جي من ناس له بيسموها ايه يا جماعة برضو عشان ما يفهمين الكلمة دي بطن بطن عارفين البطن الست الحامل بينزي فكأن كل قبيلة كده او كل او كل فرع كده اسمه بطن فدي اسمها بطون فسيدنا اسماعيل جي منه بطن اللي هي كنانة فالنما يسلم بيقول ايه الله اصطفى كنانة من اسماعيل وبعد كده كنانة دي نزل منها بطبطون كتير خلاص بس الله اصطفى قريش من كنانة قريش اللي احنا طبعا عارفينها وبعد كده ايه ايه بني هاشم ويقول اصطفى بني هاشم من قريش وهكي اصطفاني من بني هاشم واخترني بالتسلسل ده ان انا اللي بقى رسول من البطون دي فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكي الجزئية دي تعالوا نرجع نتكلم عن العرب العرب كانوا عاملين ازاي اول حاجة لازم نفهمين زي ما اقولوكم العرب حت صغير قوي خلاص في حتة في ارض صحراوية جبلية فضيعة وده اللي خليك تقول طب هم ليه الروم او الفرس يعني ما اخدهمش في مملكتهم عشان النقطة دي لانه بلد قصدي يعني مكان صعب قوي انك تخشه ريخم قوي جبال وطحر وصخور وطلوع ونزول وفرهضة وبعدين دون صغيرين قوي تحت جده سياك منهم ده بالزبط كان الواقع العرب كانوا يا جماعة في حالهم كده اللي بيحتاجوا بالعالم ولا بيروحوا ولا بيجوا ولا بيهجروا ولا بيتاجروا ولا حاجة كده على جنب كده كانوا همشين يعني حتى احنا اللي نعرف عنهم ريحلة الشتاء والصيف عشان انت معايا في الصورة خريش كانوا بتطلع رحلتين في التجارة عارفين ايه رحلة الشتاء والصيف دي كانوا بيطلعوا اليمن ماشي والشام انت فهم الحتة اللي بتحركوا فيها يعني هي حتة قد كده في الخريطة يعني فهم كانوا يعني في حالهم وما كانش في دماغهم خلاص العرب طبعا بحكم أرضهم مفيش زراعة كتير طبعا مفيش صناعة أصلا هو شوية ايه رعي غنم تجارة مثلا في حاجات زي مثلا اقمشة واصواف وقوبار وزيوت وكلام بسيط كده ده كان ده كان شغل العرب طبعا ديانت العرب الاصل ان هم على دين سيدنا ابراهيم وانه في اله بس كل تتحرف كل تتحرف جامد وتحرف من ايام سيدنا نوح فاكرين سيدنا نوح لما كان بيدعوا قومه قالوا رب اني دعوتوا قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعايا الا فرارا عكاية ربنا سيدنا نوح بيكلم بيشكل ربنا وبيقول له قالوا لا تذرن ألهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا ود وسواع ويغوث ويعوق ونصرا دي ايه دول مين دول كانوا ناس كويسة بيعبودوا ربنا فلما ماتوا فقالوا ايه احنا بس نعمل زي تماثيل كده ليهم تفكرنا بيهم فنفتكر ان احنا نعبد ربنا ونزمي ويبقى كويسين وكده بعد شوية يروحوا للتماثيل دي ويبدأوا ان هم اصلا يصلوا لها وبدأوا يعبدوها وبدأت تبقى اصلا دول اصلا اليها مع ربنا دول مش ناس عاديين وخرافات واساطير الاصنام بدأت كده الاصنام بدأت كده فمن ايام سيدينا نوح وعقيدة ان هو اله واحد بس بدأت ايه تتحرف وبدأ فيه شرك وثانية وده انتشر جدا 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 وبقى ده دين العرب بقى كل شي واحد يقول على فكرة فيه صنم هنعمل صنم والصنم ده هم عارفين انه فيه ربنا عشان بس تقفهم يعني هم قالوا ولا انساء بتهم من خلقهم لا يقولون الله معنوش مشكلة بس بالنسبة لهم خلاص بقى فيه بقى تحريف عجيب في انه فيه شرك في انه الملايكة دول على فكرة بنات ربنا على فكرة الجن أصلا هم آلهة مع ربنا ويبدأوا بقى يعظموا الجن وبعد كده يمشوا في حتة في هوادي فيدعوا الاهل للجن اللي مسكين هنا علشان يحموهم وياخدوا الأمان فبقى فيه تحريف فضيئ على فكرة الاصنام دي هي أصلا آلهة وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفة فبنعبد الأصنام وربنا بيحب كده فهم شركاء معاه بقى فيه كده بقى وده الدين الدين عبادة الأصنام مع الاعتراف انه فيه إله اللي هو الله بس إيه بس ديها لها زيه وخلاص احنا عادي جدا احنا عندنا بقى أصنام اللات والعزة ومناه وودوس ويغوث وأصنام كتير قوي بقى بقى كل قبيلة إحنا فكرة بقى إحنا عندنا صنام اسمه كذا وإحنا بقى عندنا صنام اسمه كذا وإحنا الصنام بتاعنا اسمه كذا بقت كده عشان كده جماعة لما نيجي تكلم عن قريش هتفهم قريش كانت كانت قيمتها منين بقى واركز معاه في النقطة دي بس كان العرب عايشة كده عايشة على فكرة أنه فيه أصنام والأصنام دي عادي يعني زي اللات والعزة وإساف ونائلة وأصنام كده يعني والعزة بتعتبر هي الأعظم عندهم عشان نتبقوا فاهمين ده عشان كده بوسوفيان في غزوة قوحد لما كان لسه مع الكفار يعني وانتصروا الكفار فقال للصحابة لنا العزة ولا عزة لكم العزة واقفة معنا النهات سبحان الله يعني أسلم يعني فالصحابة بيقولوا كده بيقولوا إحنا كنا بنعبد الأحجار والأصنام ولو لقينا في مرة حجر أحسن منه مثلا شكله كده ونرأيين ده خلاص 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 ده لإلهي بتاعنا كانوا بيعملوا حاجات غريبة يعني طب إحنا مش لقيننا أصنام دلوقتي نعمل طب شوية طمر من أو شوية طينة ونجيب لبن من المعزة ونعمل شوية حجر كده ونحطه ونطف حواليه الله وعندنا صنم هو لحد ما نلاقي صنم تاني كانوا بيعملوا حاجات غريبة فعلا وسيدنا عمر نفسه ألف مرة أنا مرة عملت صنم من عجوة ولما كد جعان كلته يعني 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 أنا جعت شوية فكلت الإله بتاعي يعني ما فيش مشكلة فده حلوم الديني أحوالهم الدينية كتعاملة إزاي وقلنا أحوالهم الاقتصادية أو يعني ما كانش فيه احتكاك ما فينش فيهش فيه تجارة يعني التجارة بسيطة اللي هي الرحلات البسيطة اللي احنا نقولها دي وأسواق كتير بقى أوي يعني يعرفين السوق اللي هو ناس توعد وتفرش وتحط هم بيشتغلوا بنظام التجارة والسوق ده وكان الريبة ما حاجة أساسية في التعامل ما فيش تعامل غير بالريبة أصلا خد دي ورجعها لي بعدين بس زيادة شوية خد دي بس هترجعها لي يوم كذا كان عندهم فكرة الريبة فضيعة يعني فضيعة وفكرة التجارة الخمر فضيعة يعني لو اسمه تاجر لو بس قال أنا تاجر معناه أنه تاجر خمر إلا بقى لو قالك لأ أنا تاجر كذا يعني موضوع عندهم فضيع كان بالنسبة للجزئية دي ولازم تفهم بقى العرب من الناحية اللي جاية دي عشان مهمة قوي قوي الناحية الشخصية العربي واجتماعيات العرب الفكرة العرب كانت مبنية على حاجة واحدة بس إيه هي القبيلة المجموعة دي العرب بزي ما قلتلكهم متقسمين قبيلة وكل ناس قاعدة في حتة فيه في البحرين فيه في اليمن وفيه في شبة الجزيرة وفيه عند مكة وفيه في المدينة كل حتة فيه شوية عرب متجمعين كل شيء بيتجمعوا بلانا على هنا فيه أكل هنا فيه زراعة هنا فيه شوية مياة نوعد فيها وكده يعني الإنسان العربي تولد ببلتئن جواه كده أنه أنا جزء من حاجة أنا جزء من حاجة اللي هي قابلتي وأنا قابلتي وقابلتي أنا والموضوع منتهي وأنا أموت عشانها وأعيش عشانها وكرمتي من كرامتها تحاول الموضوع لحاجة جماعة مش زي ما إحنا دلوقتي البلد ومصر وونا مصري وونا لا 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 انت مش فاهمين الموضوع عندهم يعني أقولك بقى دين لأ هو أعلى من الدين عندهم ساعتها الموضوع عندهم بص هو دلوقتي إحنا قبيلة وكل حاجة بناعو قبيلة وفي بقى واحد ماسك القبيلة دي إحنا اخترناه ده أقع واحد فينا ده أحسن واحد فينا ده أحكم واحد فينا ده المسكنا والموضوع كأنه وحي يعني الراجل يوم الصبح يقول لي مثلا كلنا نقوم نجهد حالا يلا كلنا نقوم نهاجر حالا يلا انا من قبيلتي وبعين يعود بقيا يقولوا اشعار في نفسهم ويعودوا يعملوا اشعار ضد القبيل التانية وانا من فلان وانت منين وانت منين وبس اول حياة عندهم عبارة عن انا من قبيلة كذا وبس واحنا احسن قبيلة وانت قاحش قبيلة وده ادى لتعصب فظيع فظيع انت مين انت قبيلة اه امشي الله استنى بس اتعرف عليك انسان لا طبعا انسان ايه اندود قبيلة فلان اندود قبيلة فلان وده ادى لعنف فظيع لان الموضوع العرب كان عندهم بقى الى جانب القبلية فكرة الحروب والخناء والقتل اسهل حاجة في الدنيا ابسط حاجة في الدنيا يعني ايه يعني في حروب قامت زمان يعني مثلا انت خالوا معي مثلا ما انا حكي لك انه في حرب حصل بيت دولة كذا ودولت كذا لمدة عشرين سنة بسبق ايه والله اصلي فيه واحد قتل الحصان بتاع فلان ايه يا ابن انت بتقوله ده هي بقى العرب كانوا كده اصلي فيه واحد شتم ام واحد في بيت شعر كذا فخلاص القبيلة دي قامت تحارب القبيلة قبيلة دي انتهت وقتلوا وسفكوا دماغوا ايه يا جماعة ايه لو احنا بنتكلم على ده دلوقتي لو انا جدوا تلك الدولة ده مثلا روسيا مثلا في حرب مع اسبانيا ايه ايه عشان واحد سبق واحد في سباق خيل مثلا انت تقول لي ايه الكلام الفاضي ده هو ده العرب ابسط اهم حاجة عنده قبيلته والانتصار ليها وكرمته ومعندوش اي مشكلة في ان هو يقوم يدبح ويقتل ويتخانق ويحارب عشان ادفه الاسباب ويلا العرب كان عندهم الحيطة دي يعني عجيبة عجيبة والاسلام جيه يعالج دي بطريقة فضيئة يعني انت تتكلم فيه لا مش بنحارب خلاص شان القبيلة ازاي لا بنحارب عشان الاسلام بس طب ملاكش عب القبيلة اصلا الاسلام جي كده جيه حارب حاجة تقيلة مزروعة جواهم ومن الحاجات التي تفهمها عن شخصية العربي حياتهم الاجتماعية كانت صعبة يعني برضو كان فيه الطرف وكان فيه اللهو مش طرف عشان بس اوضح لا الطرف دي كلمة غلط الطرف معناها جماعة واحد عايش مع عربيات ومعه اكله معه لبسه معه ماشي لا العرب كانوا عكس كده تماما اصلا العرب كانوا متعودين على الحياة النشفة وقلة الاكل ومش مهم ومتعايش وحياة جبلية وحياة فامين شقة ومعندوش مش كده العربي كان ناشف اوي 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 شوف لما تقارنوا باب اللي احنا قلناه على الفورسة والروم تفهم العربي ده كان جامد ليه انه متعود على النشفان ومتعود على الزهد ومتعود على الصبر على المشاقة بتاعت الحياة فما كانش طرف لا انا مش اصدي كان انا اصدي اللهو بقى الشرب والحفلات والسكر والزنا والزنا منتشر بشكل عجيب والشرب يعني 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 عايز تقارنوا بأحوال بلادنا العربية دلوقتي لها موضوع كارثي الزنا ده 24 ساعة في الشرق اللي عايز في بيوته ويلا والموضوع عادي جدا والخمر كان عندهم حاجة يعني لا تتصورها مش مثلا لو بقى واحد بينزل ويشرب في حتة ويقلقها ده هو كان يصحى الصبح يسخن الخمر ويشربها عن ريء زي الشاي اه زي الشاي عندنا زي الشاي باللبن الخمر باللبن يعني هو الموضوع كان يعني فيه 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 في فحش وفيه وفيه دونو او في الاجتماعيات بشكل فظيع وبعدين المرأة كانت للأسف مهانة جدا عند العرب يعني وده من الحاجات اللي الناس دلوقتي بتتكلموا على الاسلام كأنه هو مدايع على الست وهو جي حررها بشكل فظيع من قيود عجيبة العرب كان عندهم دايما فلسفة انه المرأة حاجة وحشة هي هي كائن اقل كده دوني ليه يا ابني كده هي كده اصلية لا بتحارب ولا بتشتغل ولا بيجيب فلوس فخلاص يه اه اه كانوا كده فبالتالي بقى مثلا اللي يخلف بنت يتدايق اصلا هو ده الوقت بتاع البنات اللي هو واحد يقتل بنت واحد يتوارع من القوم من سوق ما بوش ربيه ويتكسف اصلا يخلف بنت وطبعا ما بس مش هتورس حاجة ومش هتا ايه كده حاجة كده كده كأن كده وتروح وتيجي زي ما هو ما عايزين حاجة عجيبة فعلا فتعامل الانسان العربي في اجتماعيات كان كان سيء جدا 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 بس طبعا يجي بقى السؤال بتاع طب هو ليه ربنا اختار العرب بعد كل اللي احنا بنقوله ده لأ لان انت بحتاج تبص على الحاجات التانية اللي عند العرب اللي ميزتهم قوي 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 لان احنا بنتكلم عن الفرس والروم طبيعة الانسان اللي هناك ما فياش حاج كويسة خلاص انسان عايش في دنو وسفالة ومستضعف وزليل ومستعبد مع الطرف واللهو والظلم والعدوان طب ايه اللي تبقى له العربي مش كده بقى اما ليه العربي كان عنده حتة العصبية والقبلية والهمجية والعنف وماشي بس العربي كان عنده مميزات لما الاسلام جيه كان محتاجها قوي وبقت المشاكل اللي عنده سهل ان انا ازبطها بقى زي ايه العربي زي ما احنا قلنا في القصص بتاعتنا يموت نفسه عشان حريته وكرمته تشوف التاني في الفرس والروم مستعبد وزليل وبتاع الهند وبتاع الخدم خلاص هي حياتنا ها العربي ما اريداش بها كده العربي يموت نفسه عشان كرمته العربي يموت نفسه عشان الحرية العربي يرفض الزل والاستعباد ابدا فلما يجي الاسلام يقول لواحد انت عبد لله ام موت عشان ربنا يموت نفسك عشان الاسلام فاهمين يا جماعة العربي كان بيتماز بالحرية والشجاعة الفضيعة العربي كان بيتماز بالكرامة والحرية والشجاعة الفضيعة النقطة المهمة برضو انه الزهن العقيدة بتاعت العربي اه هو احنا بنعبد اصنام بس احنا قريبين اوي من فكرة التوحيد قريبين اوي منها في حين انه الفرس بيعبودوا النار اصلا فاهمين قصدي والهند ماشيين في جو و بوزة و اصنام و مفيش اصلا عقيدة وطبعا النصارى في ضلال مبين فالعربي كان دماغه قادرة تستوعب اوي 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 كلام الواحد من الحاجات اللي مفيدة جدا كان عند العربي واحد من التكلم البدن بقى قوي الراجل بيحارب كل يوم مفيش حاجة اسمها انه حد ما حاربش مفيش حاجة اسمها انه عربي ما بيدربش ما بيحاربش ما بيقتلش فكان عنده القوة يالله هقوم نجاهد يالله عندنا مشكلة يالله عندنا كذا العربي كان جاهز حتى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انه هو كان وهو صغير كان في حرب شغالة وهو حرب الفجار وهو كان قاعد ينبل على اعمامه يعني عمالي جمع الطوب اي حد في العرب جاهد وحارب وداز في الموضوع يعني وطبعا احنا استقالين انه هو كان العربي الراجل العربي كان بيتحمل وكان عايش حياة الزهد والتقشف فلما تيجي تقول له واحد ام ضحى عشان ربنا ام 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 سيب ام 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 سيب الاكل عشان الصيام كان قادر يعمل كده العربي في حين انه الفرس والروم واشباه هم عايشين في طرف ولهو والعنب بقى اللي بيتم مش هيسيب بسهولة فالعربي كان جاهز يا جماعة العربي كان فيه مميزات قوية مهمة جدا جدا الكرم والشجاعة والاخلاق كان عندهم النبل ده ماشي يعني يعني سبحان الله من القصص العجيبة انه لما احد الصحابيات جاي اتهاجر وتهاجر ليه صح احنا عارفين ان هم بيهاجروا ليه بيهاجروا عشان هم اصلا عمالين يعني صح يقزوهم واو 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 فهم نفسهم اللي بيقزوهم فجات واحدة اتهاجر فجي واحد من المشركين لقاها انت رايحة فين انا رايحة هاجر لا طبعا مفيش سيطة تمشي لوحدها بالليل ازاي يتهاجر كده انت بيه فيقوم هو موصلها المدينة في ايام الهجرة ورجع تاني عادي عشان يعزب تاني يعني هو هو افتنقض اه بس هو فيه حاجات شايفينها الحاجات دي ما كانتش موجودة عند اي حد الحاجات دي كانت ناسبت اوي 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 الاسلام وهو نازل و بعدين من الحاجات المهمة اوي اوي هو الموقع بتاع لما قلنا شيء بالجزيرة العربية جبال وصخور وصحراء لما يطلع نبي ويبقى فيه دولة الفرس والروم مش قادرين غير لما هو يطلع واحد جواهم فسهل اوي يمسكوه فسهل اوي يديعوا عليهم فكات العرب في حتة بقى مرمية ومحدش قادر لها فكات مناسبة جدا فافهم ليه ربنا اختار الارض دي وليه ربنا اختار الشعب اللي عنده الطباعة دي عشان يطلع منهم رسول صلى الله عليه وسلم قال بقى ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى بني هاشم من قريش واصطفاني من بني هاشم طيب تعالوا نتكلم عن اخر حاجة بعد ما نمسكنا العرب نمسك جوا العربة نخش مكة ونخش القريش القريش دي قبيلة قريش دي قبيلة بطن زي ما احنا قلنا يعني وما كانتش في الاول عايشة في مكة كانت عايشة في حتة تانية وبعد كده رئيس القبيلة ده قال لهم يالله هنروح مكة دي وكان فيها ناس قاعدة قامت الله عهم وقاعدوا في مكة وقريش هو اسمه ايه فهر ودي نقطة مهمة يعني هم دايما بيحبوا يسمى نفسهم ايه ألقاب ونك نمس بقى فهو اسمه فهر ودي حاجة كتير هتشوف يعني ابو جهل النابس الله سلم يسمى ابو جهل هو كان اسمه ابو الحكم هو اسمه عمر ماشي فهم كده دايما هو عنده اسم وعنده لقب وعنده تايتل وعنده كونية حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بايه ابو القاسم على ابنه يعني ومش شرطي عشان ابنه فيسمى يعني ابو جهل ما عندوش ابن اسمه جهل ولا كان بيقولوه عليه في قريش ابو الحكم ما كانش عنده حد هو اللقب كده ماشي فبرضه فهمه دي عشان راح بنتكلم على اسامي الناس وتبقى فهمين كويس الموضوع فهر دا هو قريش راح في مكة وكانت مليانة طبعا القبيلة فيها كذا عيلة وكل شوي بقى خلص بقى عادة في مكة وانتوا مسؤولين عن كذا وانتوا مسؤولين عن الفلوس وانتوا مسؤولين عن الجيش وانتوا مسؤولين عن السلاح وانتوا مسؤولين عن الدار الندوة وانتوا مسؤولين عن الحجاج الحجاج و هكذا فقبيلة نبي صلى الله عليه وسلم اللي هي بني هاشم كانت جزء من الايه او عائلة نبي صلى الله عليه وسلم كانت جزء من القبيلة الكبيرة دي اللي هي قريش و كانت عايشة في مكة ايه بقى ميزة مكة و ايه اللي خلى قريش عند العرب حاجة ضخمة الكعبة قلنا قبل كده انه لزال لزالت العرب عندها بقية توحيد في الله و ده بيت ربنا هم عارفين ده بيت ربنا بس كل واحد عنده صنم زي ما قولنا و كده قلت لكم الحت دي هتفرق معنا قوي ده اللي هيخلينا نحس انه قريش حاجة كبيرة قوي قريش عملت حاجة زكية قوي الناس كلها بتيجي تحج بس بيت تحج مش بس للكعبة و الربنا لأ بيت تحج للأصنام فاحنا هنحط الأصنام دي حوالين الكعبة والناس جاية تزور الأصنام دي و يبقى في موسم حج والناس عارف انه في حاجة اسمها حج من ايام سيدنا ابراهيم بس خلاص بقى الموضوع public و معلن و بقى على اساسه قريش دي هي السنتر بتاع العرب و عندها علاقات مع كل العرب و عندها تواصل وسياسات مع كل الناس و بقت معظمة جدا في عينين كل العرب عشان دول اللي ساكنين عند بيت ربنا فلازم بقى أنا عظمهم خلاص فجأة كده خدوا خدوا حصانة و خدوا مكانة و خدوا عشان كده الله يقول لإلاف قريش انهم اتعودوا بيألفوا إلافهم رحلة الشتاء والصيف انتو مش فاهمين ربنا كرامكم ازاي و ادكوا مكانة ازاي والعرب كلها بتحبوكو والعرب كلها بتعظمكو والعرب كلها عندها علاقات معاكو قريش كانت بتعمل فلوس زي الرز عشان المواسم بتاع تلحج والرايحة والجاية دي قريش كانت ببساطة جدا بتطلع رحلة الشتاء والصيف طب اللي ربنا قال لهم افتكروا نعمتي دي لان الاصل في العرب اللي احنا قلناها هم انه لو واحد طلع بقافلة يطلعوا ياخدوها منه اصلا عادي جدا قبائل بقى و مشاكل و فتاعة انما قراش كانت تتساب تتساب تعذني دول قراش يا جماعة خلاص بقى دول بتوع البيت، فيعملوا رحلات براحتهم، يعملوا فلوز براحتهم و يعملوا انقصاد براحتهم و ده اللي خلاهم يرفضوا الاسلام يعني ايهOR يعني يا جماعة الموضوع مش ان القرآن ده مش حق او ما فيش ربنا أو انت مش رسول ميحنا قولنا إنهما عارفين أصلا و عارفين الاساس اما ما هو المشكلة؟ تبقى فلوسنا، تبقى اقتصادنا، تبقى إعلاقتنا، تبقى مكانتنا، تبقى الناس هتعادينا لا يا عم مش عايز ألعب دنيا وده واقع عشان تبقى فاهمه وإحنا نتكلم على كيه في السيرة هديك فهمت حتة هتفاهمك أنه أمه مكنوش أغبية مش فاهمين القرآن هم مكنو عارفين يا جماعة هو في إله وإحنا عارفين كل حاجة وإحنا عارفين أنه ده نبي أصلا بس إيه؟ بس لا الموضوع موضوع مصالح موضوع كبير دنيا همش ينفع نفقده لا 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 خلينا زي ما إحنا فدي نقطة أساسية تفهمها عشان لما نتكلم بعدين فجده أنت فهمت قريش عندها مكانة وعندها هيبة والناس بتحبها وعندها علاقات ومسيطرة على الكعبة وبتتحرك بروحتها في العرب وبقى أي عيلة في قريش عيلة كبيرة عشان كده عيلة نبي صلى الله عليه وسلم عيلة كبيرة عيلة نبي صلى الله عليه وسلم بني هاشم بالذات كانوا هم المسكين السقية والمسكين رعاية الحجاج لأنه جد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من عيلة بن هاشم هو اللي اكتشف زمزم تاني بعد زمزم كاتبت يعني ايه تتنست وتردمت ومحدش كان لقيها هو عبد المطالب جد النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لقاها تاني فبقت تبع عيلته فبقت العيلة ده هي المسؤولة فبقت عيلة عيلة مكرمة وكبيرة ودي نقطة أخيرة تعرفها عن العرب في العرب عشان تبقى انت عندك مكانة ووهبة مش لازم تبقى غني مش لازم تبقى معاك فلوس كتير النبي صلى الله عليه وسلم عيلته ما كانتش معاه فلوس كتير ومش دي المشكلة الفكرة انك تبقى شريف الفكرة انك تبقى عندك كرامة وشخصية وعيلة النبي صلى الله عليه وسلم كان دي اكتر حاجة بتميزها وده عشان بتلغبطش لما بعد كده نقول انه عمه ما كانش معاه فلوس او هو طب ازاي بتقول عيلة كبيرة عشان مش الموضوع فلوس بس لأ الموضوع حاجات اكتر من كده فدي كانت قريش النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في عام الفيل وظلنا اكيد كلنا عارفين قصة ابرها اللي جاب الافيلة وكان عايز يهد الكعبة فالنهار ده احنا هنقف عند عام الفيل النبي صلى الله عليه وسلم اتولد بعد موضوع الفيل ده لما ربنا انزل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول العرب الموقف ده هزها تاني انه في الله وفي توحيد وكانت كأنها حاجة بتفكرهم قبل ما هينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى اليه ويتولد انه ان احنا جايين نتكلم في الموضوع ده تاني فالنبي صلى الله عليه وسلم اتولد بعد الموقف ده بخمسين خمسة وخمسين يوم فهنقف هنا النهار ده بعد ما فهمنا العالم كان عامل ازاي متقسم ازاي مين اللي بيحكمه مين الكبار اللي فيه دينهم ايه اجتماعياتهم ايه الضلمة اللي كانت موجودة والعرب دول تلعوا حتة عاملة ازاي ومش واخدين بالهم من حده وقريش دي جات من اين وازاي قعدت في مكة وليه كانت معظمة اوي في العرب وشخصية العربية كانت عاملة ازاي دي الحاجات الاساسية اللي احنا اتكلمنا فيها ومن مرات جاية هنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقى لما تولد ومين امه ومين ابوه ايه اللي حصل وهو صغير وهو طفل بيلعب وبعد كده لما كبره بقى شابه واثناشر تلتاشر سنة كان بيعمل ايه وقصة جميلة جدا بإذن الله نكمل معها فنقف هنا النهار ده وسبحانك لهم بحمدك أشترا لانت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم